تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة تم افتتاح المنتدى السعودي الرابع للمؤتمرات والمعارض اليوم الأحد الموافق 22.5.438 للهجرة بمنطقة المدينة المنورة المملكة هي المحور الاقتصادي الأول في منطقة الشرق الأوسط اليوم وهي المحور الاستهلاكي الأول وهي الدولة ذات الكثافة السكانية والقدرة الاقتصادية والمواطنين السعودي اليوم والخبراء السعوديين والقطاع الاقتصادي السعودي يرحل إلى الدول الأخرى ليحضر مؤتمرات كبيرة جدا وهذه المعظم المؤتمرات هي فرصة لتطوير قطاعات الهواء وتطوير كثير من قطاعات الخدمات وتحريك الاقتصاد إن تنمية صناعة الاجتماعات والخدمات المرتبطة بهذه الصناعة يعد من أهم المسارات الاقتصادية الواعدة لتحفيز النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ففي هذا العام تم وضع برنامجا غنيا وثريا آميلينا أن تساهم هذه الأوراق المشاركة في تحفيز وإثراء المعرفة وزيادة الخبرة والمهارة للرقي بصناعة الاجتماعات إلى مستوى مرموق ومؤهل وذو احترافية عالية ومن أهم الإضافات النوعية لهذه الدورة الرابعة من المنتدى تنظيم يوم الجمعيات السعودي في دورته الثالثة الذي جمع الجمعيات المهنية والعلمية والصحية تحت سقف واحد بهدف تطوير آلية تنظيم الاجتماعات والمؤتمرات والندوات لتلك الجمعيات وكذلك إقامة يوم لقاء قادة المستقبل الثاني هذا قطاع كبير جدا وقطاع ناشئ ونحن إن شاء الله الآن بيصدد سنتين الجاية من الخمس سنوات الخطة التنفيذية وقد تعديني الواقع مستوية التنفيذ حتى العام الحمد لله يأتي المنتدى السعودي للمؤتمرات والمعارض مكملا لسلسلة من المبادرات التطويرية التي قدمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني نحو تطوير عددا من القطاعات الاقتصادية ذات الترابط مع السياحة الوطنية سعود الحربي الإخبارية المدينة المنورة